بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله وأوقاتكم أعزائي طلاب وطالبات الصف الثامن في هذا الفيديو إن شاء الله سنقوم بحل الأسئلة المتعلقة بدرسنا الذي عنوانه من خطاب جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم بمناسبة العيد الستين لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية أعزائي بشكل سريع قلنا أن هذا الدرس عبارة عن خطاب وجهه جلالته للشعب الأردني مهنئا إياه بمناسبة العيد الستين لماذا يثامن لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية أكد جلالته في هذا الخطاب على العديد من القضايا المهمة وتحدث عن أمور وقضايا مهمة الآن أعزائي دعونا نبدأ بحل الأسئلة نبدأ بأسئلة المعجم والدلالة الموجودة في صفحة 74 السؤال الأول عد إلى أحد المعاجم واستخرج منه معاني الكلمات الآتية الدوحة ما معنى الدوحة؟ الدوحة هي شجرة عظيمة متشاعبة ذات فروع يتصدى ما معنى يتصدى أن يواجه أو يبادر أو يتصدر الإسناد بمعنى الدعم أو الوقوف إلى جانب سواء بالقول أو بالفعل ضع في السؤال الثالث ضع مكان كل كلمة تحتها خط كلمة أخرى تؤدي المعنى نفسه في عندي نص يا ثامن موجود في صفحة 74 في كلمات موجودة تحتها خط المطلوب أن أستبدل هذه الكلمات بكلمة تعطي نفس المعنى والاستقلال ليس مجرد مناسبة نحتفل بها في يوم من السنة وإنما هو حالة مستمرة من العطاء والبناء والاعتماد على الذات لتعزيز الاستقلال وبناء المستقبل الذي يليق بأهل العزم والإرادة من الأردنيين الأحرار المطلوب كلمة مجرد كلمة لتعزيز يليقه وكلمة العزم ممكن نستبدل كلمة مجرد بكلمة حسبه أو فقط لو وضعنا مثلا مكانها فقط ليس الاستقلال ليس فقط مناسبة نحتفل بها أو ليس مناسبة نحتفل بها فحسب مثلا إذا نستطيع أن نستبدلها بكلتا الكلمتين لتعزيز معناها لتقوية لدعم أيضا لو استبدلناها لدعم الاستقلال لتقوية الاستقلال تعطي نفس المعنى يليق يناسب ويلائم هي بنفس المعنى ويمكن أن نستبدلها بنفس الكلمة العزم الإرادة أو الصبر والجد كلها بنفس المعنى في السؤال الرابع عزائي ما الجذر اللغوي لكل من الكلمات الآتية الاستقلال ما جذرها يا ثامن الاستقلال قا لا لا الجذر جذر الكلمة أي أصلها أو كلماتها الأصلية التي لا يمكن أن أستغني عنها وهذا الجذر أبحث عن معنى الكلمة من خلاله في المعجم طبعا الجذور إما أن تكون ثلاثية أو رباعية الاستقلال أصلها أو جذرها قا لا 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 يجوز أن أقول استقل أكثر من ثلاث حروف وطبعا الألف والسين والتاء وطبعا هذه كلها حروف زائدة إذن أصله قا لا لا موارد أصله وردى تنمي أصله ناميا أو جذره اللغوي ناميا طبعا ثامن ممكن تسأل وتحكي طبعا ليش مش نموا نمى نموا مش إحنا حكينا أنه نمى ينمو نمى أعزائي الجذر أو الكلمة اللي بنأخذها من نمى عملية النمو اللي هو المصدر اللي بنأخذه من نمى نمو فالنمو أصله نمو ولكن هنا تنمية ظهرت عند الياء إذن هذه أصلها ناميا ليست نمو من النمو مسؤولية أصلها سألا أو جذرها اللغوي سألا تمام ننتبه للهمزة ننتقل الآن يا ثامن إلى أسئلة الفهم والتحليل في السؤال الأول لما عد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين يوم الاستقلال يوما مباركا ورد ذلك عزائي في بداية خطابه لما عده يوما مباركا ورد في بداية الخطاب كما ذكرت لكم في الفقرة الأولى لأنه تم تقديم التضحيات من أجل استقلال الوطن وتحرير إرادة الإنسان الأردني لذلك كان هذا اليوم يوم مبارك لما فيه من تضحيات لأننا حررنا إرادة الإنسان الأردني في السؤال الثاني اقرأ الفقرة الثانية ثم أجب عما يليها الإجابات فقط من الفقرة الثانية يثامن من هو الجد المؤسس؟ الجد المؤسس هو المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد الله الأول ابن الحسين طبعا كان لقب الملك المؤسس حين نذكر الآباء والأجداد من الرعيل الأول نشعر بالفخر والاعتزاز فسر ذلك ورد ذلك في خطاب جلالته الذين ساهموا في بناء هذا الوطن بالرغم من كل التحديات والظروف الصعبة التي عاشها طيلة الستين سنة الماضية وبالرغم من قلة الموارد والإمكانيات هذا ورد في الفقرة الثانية ثالثا لمن توجه جلالة الملك بالتهنئة والمباركة في هذه المناسبة هذا السؤال الثالث لمن توجه بهذه أو بالتهنئة قال في الفقرة الثالثة أتوجه بالتهنئة والمباركة وبتحية الاعتزاز والتقدير لمن يثامن لكل مواطن ومواطنة في هذا البلد في البادية والقرى والمخيمات والمدن إذن لكل مواطن ومواطنة وإلى نهاية كلامه في السؤال الرابع طبعا السؤال الرابع بدي تنتبهه لي ثامن في عنا نسختين من السؤال حسب إن كانت الطبعة قديمة أو جديدة في السؤال الرابع بعض الكتب موجود فيها كيف نجعل الاحتفال بالاستقلال حالة مستمرة وفي بعض الكتب الاستقلال ليس مجرد مناسبة نحتفل بها في يوم من السنة فماذا يعني الاستقلال السؤالين زي ما حكيت كمان مرة الإجابة قريبة من بعضها ولكن صيغة السؤال مختلفة في بعض الكتب نأخذ هذه الصيغة كيف نجعل الاحتفال بالاستقلال حالة مستمرة طبعا الاستقلال كما عرفه جلالة الملك قال هو حالة مستمرة من ماذا عن طريق العطاء والبناء والاعتماد على الذات إذن كيف نجعل الاستقلال حالة مستمرة عن طريق العطاء والبناء والاعتماد على الذات لو كان عندي الصيغة الأخرى ماذا يعني الاستقلال الاستقلال نفس الشيء هو نفس الجواب ولكن نضيفه حالة مستمرة من العطاء والبناء والاعتماد على الذات في السؤال الخامس مستقبل الأردن مسؤوليتنا جميعا وضح ذلك أيضا أعزائي ورد ذلك في قول جلالته عندما قال أن هذا المستقبل ليس مسؤولية شخص أو مجموعة من أبناء هذا الوطن إنما مسؤولية الجميع كل واحد من الموقع الذي هو فيه إذن هذا هو الجواب ليس مسؤولية شخص أو مجموعة مسؤولية الجميع كل واحد من الموقع الذي هو فيه فالكل مسؤول الكل مسؤول قال العامل والمزارع والموظف والطالب والجندي إلى آخر كلامه طيب في السؤال السادس الثورة العربية الكبرى ذات رسالة عظيمة مطلوب عدة فروع الفرع ألف ما هي رسالتها؟ ما هي رسالة الثورة العربية الكبرى بناء على كلام جلالته؟ تحرير الأمة وتوحيدها ورد ذلك أعزائي في الفقرة الخامسة أو السادسة كل واحد مننا يعرف ويعتز بأن هذا الوطن طبعا ورد أن الثورة العربية الكبرى شو رسالة الثورة العربية الكبرى؟ تحرير الأمة وتوحيدها ماذا يترتب على هذه الرسالة بالنسبة للأردن؟ أن الأردن سيظل بعون الله الأردن العربي المسلم المنتمي لأمته العربية والإسلامية والحريص على النهوض بواجبه القومي والديني تجاه كل القضايا العربية والإسلامية يبدو أنه يثامن ما كانت الكاميرا واضحة التصوير نعيد هون كمان مرة الثورة العربية الكبرى ذات رسالة عظيمة ما هي رسالتها؟ تحرير الأمة وتوحيدها ماذا يترتب على هذه الرسالة بالنسبة للأردن؟ سيظل الأردن بعون الله الأردن العربي المسلم المنتمي لأمته العربية والإسلامية الحريص على النهوض بواجبه القومي والديني تجاه كل القضايا العربية والإسلامية في الفرع جيم أن يتصدى لي ودافع عن كل العرب وكل المسلمين لا يوجد في السؤال السابع تناقض بين شعار الأردن أولا والقيام بالواجب القومي فسر ذلك خلينا نفسر السؤال بالأول أنا شرحت لكم أن شعار الأردن أولا لما شرحنا الدرس لا يعني أنه أنا أريد مصلحة الأردن وفقط لا أسأل عن مصلحة أشقائنا العرب لا أسأل عن الدول العربية لا أقدم الدعم والمساعدة للأشقاء العرب ليس هذا المقصود بأنه الأردن أولا ذكر جلالته أن المقصود بالأردن أولا نريد الأردن أن يكون قويا عزيزا طبعا لديه صمود ويستطيع أن يقدم الدعم لمن؟ للأشقاء العرب إذن هل هناك تناقض بين شعار الأردن أولا والقيام بالواجب القومي؟ كيف نفسر ذلك؟ المقصود هو أن نبدأ طبعا هذا الكلام ورد في خطاب جلالته أن نبدأ باستكمال بناء الأردن القوي المنيع حتى يكون قادر على تقديم الدعم والمساعدة للأشقاء العرب وليست تخلي عن واجبنا تجاه أمتنا أو قضاياها العادلة ضروري ثم ننفرق ما بين أن الأردن أولا وكيف سيقوم بتقديم العون والمساعدة للعرب يعني الشعور القومي كيف يجب أن نجمع بين الاثنين طيب في السؤال الثامن ما مصدر قوة الأردن كما يراها جلالة الملك؟ ما هي الركيزة الأساسية في قوة الأردن كما ورد في خطاب جلالته؟ الحفاظ على الوحدة الوطنية إذن مصدر قوة الأردن هو نفسه الركيزة الأساسية في قوة الأردن الحفاظ على الوحدة الوطنية التكامل والتماسك بين أفراد الأسرة الأردنية الواحدة تحقيق التنمية الشاملة ما المقصود بالتنمية الشاملة؟ التنمية الشاملة تعزيز معناها تعزيز قوة الأردن على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قلنا أن المقصود بالتنمية هي التطوير وطور الأردن في كافة المجالات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتعليمية إلى آخرها على كافة المستويات في السؤال العاشر يقول جلالة الملك الأردن لا يمكن أن ينسى وحدة الدم والهدف والمصير مع الأشقاء الفلسطينيين وضح ذلك مع أمثلة إذن الأردن مرتبط بفلسطين بشكل كبير الشعب الأردني بشكل كامل لا يمكن أن ينسى وحدة الدم والهدف والمصير مع الأشقاء الفلسطينيين كيف ذلك؟ بدنا أمثلة من خلال مثلا وحدة الضفتين كان هناك ارتباط ووحدة ما بين الأردن وفلسطين وما زال طبعا وقوفنا مع الشعب الفلسطيني في النكبات واستقبال الأردن للاجئين الفلسطينيين كل ذلك دلالة على أنه هناك توحد والتحام ما بين الشعب الأردني والشعب الفلسطيني السؤال الذي يليه أعزائي طبعا هو رأيس شخصي أو سؤال شخصي يعني نحتاج فيه إلى رأيكم أنتم وكل طالب مخير في الإجابة لكل إنسان يعيش على أثر الأردن واجب في الحفاظ على أمنه واستقراره ما واجبك أنت في ذلك من وجهة نظرك؟ كيف تحافظ أنت كطالب على أمن واستقرار الأردن؟ أو كيف تساهم ما هو واجبك تجاه وطنك؟ ذكرنا كل إنسان في وطنه له حقوق وعليه واجبات من واجباتك أن تحافظ على أمن الوطن واستقراره كيف يمكن أن تحافظ على أمن الوطن واستقراره من وجهة نظرك؟ في السؤال الثاني عشر أذكر أمثلة من الواقع تؤكد حرص الأردنيين على الوحدة الوطنية أمثلة كيف الشعب الأردني وكيف الأردنيين حريصين على أن يكونوا شعب متلاحم شعب متماسك أسرة واحدة ويحقق الوحدة الوطنية التي ذكر جلالة الملك أنها أساس قوة الأردن والركيزة الأساسية في قوته ومناعته كيف يكون ذلك أيضا أعزائي من خلال رأيكم الشخصي؟ دعونا ننتقل الآن إلى أسئلة التذوق الأدبي السؤال الأول في أسئلة التذوق عفوا الأدبي وضح الصورة الفنية فيما تحته خط في العبارة الآتية وانتساب قيادته إلى الدوحة النبوية الشريفة ما هي الصورة الفنية في قول جلالته؟ طبعا شبه العائلة الهاشمية بدوحة الدوحة النبوية الشريفة شبه العائلة الهاشمية بدوحة وهي الشجرة العظيمة إذن هذه القيادة تنتسب إلى الدوحة النبوية الشريفة وهي العائلة الهاشمية طبعا ابتداء من رسول المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم شبهها بشجرة عظيمة ذات فروع ممتدة هذا من النص ما يتفق وقول الشاعر المتنبي على قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم من النص أعطون عبارة توافق مع هذا القول فيها عزم فيها إرادة قول جلالته بناء المستقبل الذي يليق بأهل العزم والإرادة من الأردنيين الأحرار نفس المعنى عزم وإرادة تأتي العزائم وفي إرادة ما دلالة كل مما يأتي؟ يعني على ماذا تدل هذه العبارات؟ خاطب جلالة الملك أبناء الشعب الأردني بقوله إخواني وأخواتي الأعزاء هذه العبارة إخواني وأخواتي الأعزاء على ماذا تدل أول ما نسمعها؟ تدل على أن الذي يجمع الأردنيين التأخي والمحبة في محبة إخواني وأخواتي في محبة بين الأردنيين جميعا في تأخي في تلاحم كما ذكرنا وأيضا وهو الأهم تواضع جلالة الملك المعظم طبعا لماذا؟ لأن جلالة الملك قال إخواني وأخواتي الأعزاء إذن هو وكأنه يخاطب إخوانه وأخواته دون تعالي دون تكبر إذن في عنا تواضع للقيادة الهاشمية الأردن سيبقى موئلا لكل العرب الأحرار هذا يدل على ماذا؟ على استعداد الأردن الدائم لمساعدة الآخرين وأنه صاحب مبدأ لن يتخلى عنه إذن هو سيبقى موئل لكل العرب إذن دايما الأردن مستعد أن يساعد الآخرين مستعد على تقديم المساعد إذن في عنا نخوة وشهامة وكرامة لأبناء الشعب الأردني وأنه لديه مبادئ ثابتة راسخة لن يتخلى عنها وهي مساعدة العرب الأحرار جيم المستقبل مسؤولية الجميع ومنهم الأم التي تربي أبنائها على الانتماء ومحبة هذا الوطن إذن في عندي عنصر فاعل أنا في المجتمع وهو الأم الأم تربي أجيال وتغرس فيهم حب الوطن وهم ذخر الأمة ومستقبل وإذن هنا نتحدث نحن عن مسؤولية الأم عن دور الأم أنها هي الأساس في تربية جيل قادر على النهوض بهذا الوطن ننتقل الآن أعزائي إلى أسئلة القضايا اللغوية السؤال الأول من أسئلة القضايا اللغوية اقرأ الفقر الآتية ثم أجب عما يليها كل واحد مننا يعرف ويعتز بأن هذا الوطن نشأ وتأسس على رسالة الثورة العربية التي قادها الشريف الحسين بن علي لتحرير الأمة وتوحيدها ولذلك سيظل الأردن بعون الله الأردن العربي المسلم المنتمي لأمته العربية والإسلامية استخرج من الفقرة السابقة أولا خبر جملة فعلية خبر جملة فعلية بداية يجب أن أبحث عن مبتدأ خبر هذا المبتدأ بيكون فعل إذن نبحث عن اسم بدأت به الجملة نجد كله كله هي اسم دليل حطه الكل من كل في كل إذن كل هنا هي اسم كله هي اسم بالتالي هي مبتدأ اسم بدأت به الجملة مبتدأ خلونا نشوف وين الخبر كل واحد منا خبرتكم لسه كل واحد منا يعرفوا ويعتزوا إذن يعرفوا هنا هي خبر نوع جملة فعلية طبعا بعرب الفعل عادية ثامن فعل مضارع مرفوع على مترفعه الضمة والفعل ضمير مستر تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر المبتدأ إذن الخبر يعرفوا نوع جملة فعلية فعل لأني أجيه هنا أول فعلا ناقصا من أخوات كان الأفعال الناقصة هي كانوا أخواتها من أخوات كان 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 أصبح ظل أمسا باتا هذه كلها من أخواتي كان في عنا بالنص سيظل ولذلك سيظل الأردن ظل هنا هي من أخواتي كان طبعا أخوات كان يجوز أن تكون في الماضي في المضارع في الأمر يعني كان يكون في المضارع كن في الأمر هذه الأنماط الثلاثة أو الأزمنة الثلاثة كلها بتكون أفعال ناقصة طيب المطلوب اللي بعده فعل معتل أجوف معتل أجوف يعني في وسطه حرف علة نبحث عن فعل في وسط حرف علة قادها قادها هنا هي فعل معتل أجوف اسم إشارة أسماء الإشارة عندنا نوعين للقريب والبعيد إحنا الموجود عندنا اسم الإشارة للقريب وهو هذا السؤال الذي يليه أعرب ما تحته خط فيما يأتي إعرابا تاما الذين قدموا التضحيات الكبيرة من أجل استقلال الوطن الذين قدموا التضحيات المطلوب التضحيات حتى أعرب التضحيات أعود لما سبقها قدموا التضحيات ماذا قدموا التضحيات؟ قدم فعل وين الفاعل؟ الواو ضمير متصل مبني في محر رفع فاعل إذن التضحيات وقع عليها فعل الفاعل فهي مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسر ليش ثامن؟ لأنه جميع مؤنث سالم إذن هنا هي مرفوعة بالكسرة أو عفوا منصوبة بالكسرة لأنه عوضا عن الفتحة لأن التضحيات جميع مؤنث سالم ونعرف أن جميع المؤنث السالم ينصب بالكسرة عوضا عن الفتحة في الفرع با لا يمكن أن ننسى دماء شهدائنا على أسوار القدس وفي باحة المسجد الأقصى الشريف المطلوب إعراب ننسى هو فعل قبل أن حرف نصب إذن هذا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة وين الفتحة مقدرة؟ لأنه انتهى بالألف المقصورة ما الذي منع من ظهورها؟ التعذر إذن الفتحة المقدرة منع من ظهورها التعذر أو للتعذر طبعا ما ننسى نعرف الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن ننسى نحن دماء مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة بس أذكركم أنه لو انتهى هذا الفعل بالواو أو بالياء بيكون منصوب بالفتحة العادية لماذا؟ يعني بيكون منصوب بالفتحة الظاهرة لأنه الواو والياء في حالة النصب تظهر عليها الفتحة في حالة الرفع طبعا لا تظهر على الجميع على الألف والواو والياء بتكون مقدرة مقدرة على الألف للتعذر مقدرة على الواو والياء لماذا؟ للثقل أحسنتم طيب نكمل الآن باحة في باحتي باحة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة وهو مضاف إذن المسجدي شو أعربها؟ بما إنه مضاف إذن المسجدي مضاف إلى مجرور وعلامة جره الكسرة الآن في السؤال الثالث ورد في الخطاب جملة نذروا دماءهم نذروا دماءهم استخدم كلمة دماءهم في جملتين بحيث تكون في الأولى مرفوعة في الثانية مجرورة ملاحظا كتابة الهمزة في كل منهما إذن المطلوب ليس الموقع يعني الرفع أو النصب أو الجر المطلوب الامتباه لكتابة الهمزة يعني قواعد إملائية لكتابة الهمزة لاحظوا معي هنا نذروا دماءهم في حالة النصب طبعا هنا إجادت مفعول به نذر فعل والواو فاعل ودماءهم مفعول به المفعول به منصوب في حالة النصب إجادت طبعا هنا كتبناها على السطر لأنها مفتوحة وما قبلها ساكن هذه من القواعد طبعا نسميها الشاذة لكتابة الهمزة إذا كانت مفتوحة ما قبلها ساكن تكتب على السطر طيب لاحظوا هنا دماءهم طبعا إذا سبقت هنا بالألف على وجه التحديد زي مثلا عباء تمام أيضا إذا سبقت بالألف وا أو الواو الألف أو الواو مروءة تكتب على السطر طيب نشوف هنا مثلا بدنا نجيبها أول شيء تكون هنا مرفوعة الشهداء أكرموا الخلق فقد سالت دماؤهم فداء للوطن سالت فعل إذا دماؤهم فاعل مرفوع لاحظوا كيف كتبناها على واو لماذا؟ لأنه الضم أقوى ويناسب الكتابة على واو إذن نكتبها هنا على واو حرر المجاهدون البلادة بدمائهم وأرواحهم هنا جبناها في حالة الجر الباء حرف جر دمائهم اسم مجرور إذن هنا كتبت على نبرة لأنه الكسر أقوى ويناسبه الكتابة على نبرة إذن أكرر إذا جاءت الهمزة مفتوحة قبلها ألف أو واو ساكنة طبعا ألف ساكنة أو واو ساكنة تكتب على السطر هنا هاي بسميها حالة شاذة يعني ليش ما كتبناها على ألف؟ هايها مفتوحة الفتحة أقوى من السكون ليش ما كتبناها على ألف؟ لا يجوز أنه تجتمع الهمزة هاي اللي على ألف طبعا ما يعني سبقها ألف وهي تيجي بعدين الهمزة على ألف هذا غير جائز فبنكتبها على السطر زي ما ذكرتكم هذه من الحالات الشاذة لكتابة الهمزة مثل عباءة وأيضا مروءة يعطيكم العافية ثامن وكل عام وأنتو بخير هكذا نكون قد أنهينا كتابنا كتاب المهارات وصلنا إلى آخر وحدة أنهيناها حلينا تدريباتها أرجو أن نكون قد طبعا حصلنا على كل الفائدة المرجوة ألقاكم إن شاء الله على خير بإذن الله تعالى في السنة القادمة بإذن الله تعالى يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته